أكد وزير الخارجي سامح شكري اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفراص الاستثمارية في مصر وخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وخلال استقبال شكري نظيره السنغافوري فيفيان بالاكرشنان تطرق الجانبان بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة وخلال اللقاء جدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصرية لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذا الاجتياح لمدينة رفح الفلسطينية